عادة بهالستوديو معودين نستضيف ضيوف بمواضيع سياسية اقتصادية دولار أسعار أمن قضاء كل هالكوارث بس اليوم بعيدا عن كل هاي المصايب بدي استضيف ماريتا الحلانة مساء الخير ماريتا أهلا وسهلا فيك مساء الخير لألك ولكاليا اللي عم بيحضرونا اليوم بدنا ختام النشرة يكون انطلاءة مسلسل جديد انت بطلته على شاشة الجديد بدنا نجرب نعطي شوي روح إيجابية للمشاهدين قلت أنا انه دايما مع واضين بنشرات الأخبار نحكي عن المصايب اليوم رح نحكي عن الفن وعن الدراما اليوم انت بطلة هالعمل بالسابق كان عندك تجربة صغيرة بعشرين عشرين صح اليوم انت بطلة لمسلسل جديد رح يبلش بعد شوي على قناة الجديد شو الفرق بين التجربتين هلأ هي كل تجربة إلها لزتها عشرين عشرين كانت أول تجربة لإليه وكانت ضايفة بالعمل هالمره بطولة فأكيد مسئولية أكبر كتير متحمسة كتير ناطرة شوف الناس إذا رح تحب مسلسل بالنسبة لإليه كتير حلو فيه كتير مسلين مشاركين معنا فيه أحداث يعني قصص بتحكي الواقع بتشبه مجتمعنا وتشبه الناس عاق الحال يعني بهالمسلسل فيه مجموعة كبيرة من الممثلين فيه بيناتهم ممثلين مخضرمين ممثلين إلهم تاريخهم بالدراما ويعني هل كان سهل التعامل معهم هل تقبلوك كحدا من الجيل الجديد كوجه جديد نسبيا يعني بين مزدوجين الزمانهم أكيد أسماء كبيرة بالدراما اللبنانية والعربية وأنا بالنسبة لإلي يعني بفتخر وشرف لإلي أن كنا عم بشتغل معهم تعلمت منهم ربحت عائلة جديدة لأن احنا صورنا فترة عشر تشهر مع بعض يعني ساعات طويلة بالتصوير فأكيدة هيدا كانت تجربة كتير حلوة وممتعة بتصير يعني لما يخلصوا هالعشر تشهر أو يخلص المسلسل بتصير يمكن بركي بتستفقد للوجوه يلي عشتي معهم كانت عايشة مع عائلتك مع أهلك بزاعل لأن احنا بعد ما خلصنا بعد في عنا جمعة الجيم نخلص ويعني هيك قلب عم بيجعني صراحة طيب اليوم شو توقعاتك لمسلسل حكايته اللي بعد دقايق قليلة رح ينطلق بحلقته الأولى على شاشة الجديد ولمين بتقولي شكرا لإعطائك هالفرصة يعني للبطولة هلأ أنا قلتلك يعني حاس المسلسل رح يعمل شي حلو قد ما هو واقعي وبيشبه بيشبهنا وبيشبه الناس وبالنسبة لمن بدي أشكر أكيد الأستاذ ماروان حداد منتج العمل بشكره على هالفرصة الحلوة وبشكر كاتبة العمل واللي عم بتمثل معنا دور أمي فيفيان أنتونيوس كمان هي من الناس يلي شجعوني من فترة يعني بتشجعني أن نفوت بي مجال التمثيل هاك الحل يعني الشكر كمان بركي له علاقة يعني ما فينا بلبنان نفصل الشخص عن عن تاريخه أو عن عائلته يعني دايما لما بيكون في اسم يعني اسم والدك عاصل حلاني أكيد عطاكي بوش أوه يعني لو ما كنت بنت عاصل حلاني كنت بتحس هيك بسرعة وصلت لهالمطارح أولاء البطولة دغري أو يعني تنكون تنكون واعيين يعني ما بفقدش بتحب أنه تنربطي بهال بهالموضوع أو بديك تعملي طريق منفصل كليا عن عائلته أكيد أكيد بالنهاية يعني بمجبورة أعمل طريق منفصل وأنا عم بشتغل لحالي يعني أنا قلت من أنا وصغيرة يعني فتت بمع مجال الفن من أنا عمري 18 سنة صار عمري 24 سنة ها أول مرة بياخد بطولة مع أنه من زمان بحب مسل وبلشت مثل ما أنت تسفضلت وقلت لي بمسلسل عشرين عشرين كان إلى دور صغير ويعني أنا اشتغلت على حالي ما بعرف الناس حبيت المنتج تصل فيه وأنا أكيد قبلت شارك بالعمل أكيد باية كثير ساعدني من خبرته بتعلم كثير من علاقاته من اسمه أكيد ضوى ضوى على موهبته بس بالنهاية أنا ما بيقدر يقدم لي أكتر من هيك يعني تستشيريون تستشيري أهليك بمسلا بتعملي بروفات قدامه دمين بتعملي بروفات بايك أمك خيليك لا ولا لا ما بعمل لا 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 بإلا كتير مستئلة بشغلة يعني بيشتغل لحالي بياخد قراراتي لحالي ما بيتدخل فيه بحكي أنا مثل باي بياخد رأيه هيك بياخد رأيه أمي أخواتي بس أنه الحمد اللي عنده الساقة فيه وتاركني أنه بالنهاية أنا عم بعمل شي أنا بحبه لأنه أنا بفرحني فبعمل لي أنا بريحني شو بتقولي اليوم للجمهور يلي بدو يبلش يتابع حكايتي بعد دقايق؟ على أكيد كتير سعيدة أني عم طل على الجمهور من خلال الشاشة الجديد و بقلهم إن شاء الله يعني بتمنى يحبوا المسلسل لأنه أنا والمثلين الزملاء يلي اشتغلنا سوا اللي بوجه لهم تحية أكيد هلأ عم بيحضرونا اشتغلنا من قلبنا كلنا سوا مثل عائلة وحدة و يعني إن شاء الله يكون هالمسلسل يعطي شوية أمل شوية هيك يفوت الفرحة على بيوت الناس و كيفي بطلين قدامك جو ومحمد؟ صح مع مين بالتمثيل ارتحتي أكتر؟ هلأ ما بدي يكون موضوعية إن كنا أنا عم بقول لك كنا ديبلوماسية بس إن كانت جو أو محمد كانت اشتغل معهم كتير ممتع كتير حلو وأنا ربحت أصدقاء لقلي وهلأ سيرينة وأنور ورائد هاي منترك على الناس خلال ما عم بيحضروا المسلسل هن يحكموا ويشوفوا كيف رح تكون العليا ماريتا الحلاني شكرا لحضورك اللطيف بنشرة أخبار مثقلة بالهموم مع فكرة بتتابع أنت الأخبار يعني تهتم بأمور بيك بيهتم بيك كتير بالسياسي أنا أكيد دايما بجرب كون هيك إنه كون متطلعة كون عم بعرف شو عم بيصير هذا الشيء لازم يعني نحنا عايشين هون بهالبلد فبس بجرب كمان ما كتير خلي هالأصص تأثر يعني الأصص الأحداث والمشاكل اللي عم بتصير أخير فترة عم تأثر علينا سلبيا الشباب اللي كلنا عنا عنا أحلام عنا طموح عنا أصص بدنا نحققها عم نحس حالنا يعني يعني ما بنفقد لأمل فبحس بجرب إنه كل حدا كل شاب وصابية يركزوا على الأصص اللي هن بيحبوها يمضوا وقت يكونوا هن عم يستفيدوا بدل ما يتأثروا يعني بالأصص اللي عم بتصير كتير شكرا لألك ماريتة حلانة أنا وياكي والمشاهدين خلينا نتابع حكايتي بالحلقة الأولى على الجديد أهلا وسهلا فيك شكرا